تلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة وضف الرئيس السيسي على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن التكليف الجديد جاء لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة عقب تكليفه بتشكيل الحكومة تقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على تجديد ثقته في توالي المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة معاهدا الرئيس السيسي على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه وأضف مدبولي أن هناك تكلفات محددة من الرئيس السيسي سيتم العمل على تنفيذها فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد وتقدم مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين ونوابهم وجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهود مدنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبقة عقد وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات اجتماعا افتراضيا نقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة للتوصل لصفقة تنتهي بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سرائح الرهاء والمحتجزين وإدخال المساعدات بشكل كاف إلى قطع غزة وأكد وزراء الخارجية دعمهم لهذه الجهود مشددين على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن توصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطع غزة وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها وعودة النازحين إلى مناطقهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتوقيتات محددة وضمانات ملزمة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تعمل مع مصر وقطر لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مؤكدا أن هذا المقترح هو أفضل طريق لحل الأزمة يأتي هذا في الوقت الذي وزعت فيه الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار على مجلس الأمن يدعو حماس إلى قبول الاتفاق والتنفيذ الكامل لبنوده دون إبطاء أو شروط كما يشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط الاتفاق بمجرد الاتفاق عليه بهدف التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية ويحتاج إقرار المشروع تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقد استشد ثلاث فلسطينيين وقرح آخرون فجر اليوم بقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم لبريج وسط قطاع غزة وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت الليلة أربعة أبراج سكنية في مخيم لبريج وسط قطاع غزة حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بورج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل كما استهدفت بورج الأحلام ما أدى لإصابة خمسة أشخاص انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة منافسه الجمهوري دونالد ترامب ووصفه بأنه مجرم مدان وذلك للمرة الأولى منذ إدانة الأخير في محاكمة جنائية تاريخية الأسبوع الماضي وقال بايدن خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات في ولاية كونيتاكت إن الحملة الانتخابية دخلت منطقة مجهولة مضيفا أنه لأول مرة في التاريخ الأمريكي يسعى الآن رئيس سابق مجرم ومدان للوصول إلى منصب الرئاسة تتوالى عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات العامة الهندية وتشير التوقعات إلى إعادة انتخاب رئيس الوزراء نارينجا مودي لفترة ولاية ثالثة وسيكون في حالة فوزه ثاني زعيم الهندي يحتفظ بالسلطة لولاية ثالثة بعد جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للبلاد وأظهرت استطلاعات الرأي فوزا مريحا لحزب باهاراتيا جناتا الذي يتزعامه مودي وحلفائه على تحالف معارضة واسع بقيادة حزب المؤتمر وزعيم حملته الرئيسي راهول غندي وفقت الحكومة الكورية الجنوبية على مقترح بشأن التعليق الكامل للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية لمئات من البالونات التي تحمل القمامة تجاه جارتها الجنوبية خلال الأيام الماضية وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن تعليق الاتفاقية سيسمح بإجراء تدريبات عسكرية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكري والقيم بحملات دعائية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن 80 شخصا سجلوا ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشر في إيران خلال الأيام الخمسة الأخيرة والتي من المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري وقال الوزير الإيراني أنه يتعين على مجلس سيانة الدستور تقييم مؤهلات وأوراق المرشحين خلال أسبوع والتحضير لفترة الحملة الانتخابية وهي 15 يوما والدخول بعدها في مرحلة إجراءات الانتخابات مشيرا إلى أن الحملات الانتخابية للمرشحين ستبدأ اعتبارا من الثاني عشر من يونيو الجاري وتستمر حتى السابع والعشرين من نفس الشهر على أن تجرى الانتخابات في الثامن والعشرين من يونيو الجاري لانتخاب الرئيس التاسعي عن طريق التصويت المباشر